اشتركوا في القناة يكشف يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان جوّقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليك يا ربي كسابك عينياتي شوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك فعمري بان أهلا بك مشاهدنا الكريم في برنامج فحصين الكتب وصلنا عبر دراستنا إلى ثفر نحمية نلتقي مع هذا الرجل الذي لم يكن من الثبت الملكي ولم يكن له علاقة بالكهنوت حتى لم يكن من ضمن الأنبياء لكنه كان رجل إيمان ورجل ثلاثة ندعوك لدراست سفر نحمية عبر برنامج فحصين الكتب سفر نحمية هو السفر الثاني بين أصفار العودة من السبي فبعد العودة من السبي نقرأ عن ثلاثة أصفار عزرة نحمية السير ونقدر نشوف في نحمية الدفعة الرابعة من اللي أرسلوا الرب لكي ما يفتقد الحالة الروحية لشعبه الراجعين من السبي كانت الدفعة الأولى عن طريق زروب بابل الذي رجع مع فريق من الشعب لكي ما يبني بيت الرب وبعدها توقف البناء فالرب في رحمته أرسل نبيين حجاي وزكري وبعد ذلك الرب في رحمته أيضا أرسل عزرة الكاهن الكاتب وأخيرا رابعا أرسل نحمية نحمية يختلف عن زروب بابل فزروب بابل من النسل الملكي لكن نحمية ليس كذلك ويختلف عن النبيين حجي وزكريا فهو ليس أحد الأنبياء ويختلف عن عزرة الذي هو من الناس الكاهنوتي فأنا حمية نقدر نسميه بلغتنا الحاضرة رجل علماني رجل موظف شغال وكان ساقيا للملك يعني كان شغلة محترمة ومع ذلك كان قلبه مع الشعب اللي في أرشالين وعشان كده أول ما شاف حد في الأصاح الأول من سفره راجع من أرشالين بسأل هذا الشخص عن أحوال البقية التي في أرشالين في الحقيقة بنتعلم دروس كثيرة من هذا الرجل الفاضل أما بالنسبة للسفر فإننا نستطيع أن نجد فيه قسمين القسم الأولاني من أصح واحد لأصح سبعة ونقدر نعتبره أنه إنشائي بنائي ثم من أصح تمانية إلى تلتاشر نقدر نعتبره أنه تعليمي روحي وفي الحقيقة كان يتميز نحمية ويختلف عن الآخرين أنه يمثل الأسقف في نور العهد الجديد الأسقف الناظر الذي يعتني بشعب الرب هكذا كان نحمية كما نشاهده في سفره حضرتك أشرت إلى أن الرجوع من الثبي كان أيام ذرب بابل وأيام عذرة وأيام نحمية والحقيقة الترتيب حالو لأنه بشوف في ذرب بابل اهتمامه بالمثبح بشوف في عذرة اهتمامه بالشريعة وبشوف في نحمية اهتمامه بالأبواب والأثوار وده بيوريني أنه اللي عايز يبتدي علاقة حقيقية مع الرب مفيش إلا الثليب وده اللي بشوفه في المثبح عرفت الرب هذه المعرفة الحقيقية وولدت من الله عندي اللبن العقلي العديم الغش عندي الطعام اللي ممكن ينميني وده اللي بشوفه في عذرة أنا باخد هذا الطعام علشان يبقى لي دور في عمل الله وفي الخدمة وده اللي بنشوفه في نحمية اتفق معظم المؤرخين الدارسين للعهد القديم أن السنة التي عاد فيها نحمية إلى أوروشليم هي سنة 444 قبل الميلاد هل التاريخ دي يهمنا كدارسين للكتاب؟ طبعا هذا التاريخ هام جدا في النبوة ما هي أهميته؟ لما نقرأ سفر دانيال الصح 9 بنسمع عن تاريخ شعب إسرائيل ملخص في سبعين أسبوع تبدأ الأسابيع السبعين من صدور الأمر بتجديد أوروشليم وبناء الأسوار والأبواب وهذا هو الوقت الذي بدأ فيه نحمية في عمله في أوروشليم فالتاريخ ده مهم علشان لما نحب نحسب السبعين أسبوع لابد نعرف بيبتدوا منين الكلمات المفتحية في سفر نحمية اللي تقدر تدينا الفكرة عن موضوع هذا السفر هي كلمة سور اللي بتتكرر تقريبا 30 مرة وده أكتر سفر في الكتاب بتتكرر في هذه الكلمة كلمة باب وتتكرر تقريبا 20 مرة لكن فيه كمان كلمتين تانين مهمين كلمة العمل وكلمة البناء فكلمة العمل تتكرر ما يقرب من 40 مرة والبناء تقريبا 20 مرة يبقى موضوع سفر نحمية هو بناء السور وأبواب مدينة أوروشليم وهو سفر العمل وسفر البناء ومن هذه الزاوية هو مليء بالتعليم والأمور العملية اللازمة جدا لشعب الله ممكن كمان نعتبر الآية الواردة في صاح 2 عدد 17 هلما فنبني سور أوروشليم ولا نكون بعده عارا ممكن نعتبر هذه الآية بمثابة آية مفتاحية لهذا السفر الميضة في التأثيمة اللي قالها لنا الأخ يوثف إنها متناسبة مع أصحاحات الثفر لكن نقدر كمان نعتبر إنه الأصحاحات من 1 ل 12 بتشمل زيارة نحمية الأولى لأوروشليم لبنيان الثور والأبواب أصحاح 13 ذيارة تانية فبعد أصحاح 12 عاد نحمية مرة أخرى إلى شوشن ومن ثم قام بذيارة إثلاحية أحدثها في نحمية 13 نحمية مهتم بأمرين على الأخل شعب الرب ومدينة الرب وأرى فيه مهتم بشعب الرب زي موسى موسى كان يعني مهتم جدا بشعب الرب يقول لنا الكتاب المقدس في عبراني 11 مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقته في الحقيقة موسى ما كانش تمتعه عادي ده ابن ابنة فرعون يعني كل كنوز مصر كل مباهج مصر تحت إمرتي لكن يذل مع شعب الله بيحب شعب الله بالنسبة لمدينة الله أعتقد النموذج قبل موسى نشوفه في إبراهيم إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها الله فنحمية من هذا المنطلق بيشبه أو نشوف لي صورة في اثنين من عمالقة الكتاب المقدس موسى الذي كان يهمه جدا شعب الله وإبراهيم الذي كان يهمه جدا مدينة الله عرفنا نحمية هو مش إيه هو مش نبي هو مش كاهن هو مش من العائلة الملكية مش من ثبت يهوذة لكن حلو أن احنا نعرف هو مين هو رجل ثلاث من التراث الأول وعلشان كده هنلقى ذكر للثلوات مرارا وتكرارا في هذا الثفر تتخطى العشر مرات وهو رجل إيمان واتكال على الله أحدهم قال أني نحمية كان رجل البكاء ورجل البناء فهو رجل البكاء الذي كان يصلي قبل أن يخطو خطوة واحدة وهو رجل البناء أيضا الذي كان يعمل بمنتهى الاجتهاد والحقيقة ده درس مهم جدا نحن نحتاج أن نصلي وأن نتثقل بالعمل لكن عندما يحين وقت العمل علينا أن نبدأ في العمل الذي أعطاه الرب لنا من ضمن السمات الجميلة التي تميز نحميها وسنراها عبر الصحات أنه شخص يبالي جدا بأمور الله على الرغم أنه كان في مركز عظيم في قصر الملك أرتحشست ساقي الملك يعني كأنه مؤتما على حياة الملك بيدخل لغرفة الملك شخصية لكن أمور الله كانت غالية عليه يبالي بها فكرني نحمية ده بعبارة قالها الرسول بوليس في كورينسوس التانية الأصح 11 لما بيكلم عن ألامه في الخدمة وبعيني يقول من يضعف وأنا لا أضعف من يعصر وأنا لا ألتهب ونشتق جميعا أن يكون لنا هذه الروح بالذات في الزمن ده مين بيهتم بأمور الله الآن في الكنيسة قلائل جدا لكن نحمية بيقول للمؤمنين اهتموا بأمور الله نحمية زي ما حاجة قلت أنه رجل صلاة هو رجل إيمان هو رجل مضحي لكن على رأس ما أراه في نحمية هو رجل ذو رسالة يعني مين اللي سقل قلبه بأنه يهتم بالأمور دي يا عم أنت مرتاح أنت في بحبوحة من العيش ما لك أنت وما الأرشليم والغلب بتاعها والطراب بتاعها طراب كثير وضعفت لكن في الحقيقة هو رجل ذو رسالة وضع الرب على قلبه الاهتمام بمدينته وطبعا في آخر آية في هذا السفر أذكرني يا رب للخير أنا عملت خير مع مدينتك ومع شعبك والرب لا يمكن أن ينسى تعب المحب لم تبدأ خدمة نحمية بعد انتهاء خدمة عذرة لكن خدمة عذرة متواثلة وده بنتعلم فيه أمر جميل أنه عذرة إدى المجال لنحمية أنه يطلب الخير لشعب الله ولما نحمية لقى روح وفيه احتياج شديد لمعونة عذرة عذرة لم يتأخر ما بنقراش عن مضاحمة ما بنقراش عن ثراعات ما بنقراش عن إحنا أوقات كتير بنشوف فيه أوثاث الخدمة أمور تبكي القلب لكن حلو أنه نبقى عارفين أنه ما فيش خدم يستغنى عن الآخر كلامنا حمية بن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهود فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أوروشاليم فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار وسور أوروشاليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء الأعداد اللي قرأت علينا من الأصح الأول أول أربع أعداد بنرى فيها بداية الأمور فلقد وصل شخص يسمى حناني من أوروشاليم إلى شوشن القصر ومباشرة نحمية سأله عن حالة إخواته الذين نجوا والذين بقوا من السبي وعن أحوال أوروشاليم طبعا كان الرد يكسر القلب وقال له حناني قال له البقين اللي هناك دول هم في شر عظيم وعار وصور أوروشاليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار ده بيدينا المفتاح لكل ما سنعرفه عن نحمية في بقية السفر لو نظرنا للناحية الدروس الروحية أيام عزرة نقرأ أو من أيام زربابل ثم عزرة نقرأ عن بدء العبادة وبدء استخدام مذبح الرب في أوروشاليم لكن هنا نجد مدينة بلا أسوار وأبوابها محروقة بالنار والمعنى الروحي الأسوار تعني الانفصال لذلك سنجد في هذا السفر أن مقاومة الشيطان أعنف بكثير مما تعرض له عزرة والدرس الروحي الشيطان مايفرقش معاه أننا نعبد بس هو السؤال إحنا منفصلين عن الشر وإحنا بنعبد ولا لا وده درس إحنا محتاجين ناس كتير عايزة ترنم وعايزة تشارك في الخدمة ويمكن عايزة تخدم بس السؤال هل أنا منفصل عن ما يعتبره الرب شرور سواء كانت شرور تعليميا مخالفة صريحة لكلمة الله وأيضا شرور سلوكية ده اللي بنتعلمه من سفر أيام موسى ما كانش عند فرعون اعتراض إن الشعب يذبح في هذه الأرض لكن إنهم يطلعوا مسيرة الثلاثة أيام منفصلين عن مصر هي دي اللي وقف قدامها فرعون وما سمحش بيها إلا غصب عنه يعني مش بخطره لكن الرب أكبره على ذلك برغم إنه نحمية كان بعيد عن مدينة أرشليم وعن الشعب جغرافياً لكن كل قلبه وكيانه وتسقله كان مع هذا الشعب والحيحنا بنشوف نوعيتين في شعب الله نوعياً من الأشخاص اللي ربما ما يكونوش قاربين لكن قلبهم مشغول جداً بشعب الله وربما البعض الآخر متواجدين لكن شعب الله لا يحتل مكانه أو أولوية في قلوبهم هنا نرى نحمية المثقل ونراه أيضاً الشخص المبادر فلم ينتظر أن يخبره أحد بادر بالسؤال بيقول فسألتهم في عدد اتنين سألتهم عن اليهود الذين نجوا بفكرني بي الرسول بولس في كورنسوس الأولى أصحاح واحد الرسول بولس كان بيهتم بكنائس الله وأحوال كنائس الله وأحوال المؤمنين في كل مكان واحدة من الكنائس دي هي كنائس كورنسوس وفي كورنسوس الأولى واحد حداشر يقول لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أنا بينكم خصومات إلى آخر الكلام عرف أخبار مؤمني كورنسوس هو الحقيقة هنا مش بيحاول يعرف من دافع الفضول لكن من دافع الاهتمام بشعب الله علشان بعد كده هو ده الشخص الأنسب لكي ما يستخدمه الرب في علاج هذه الحالة أؤكد يا أخي عماد عن النقطة دي أنه الدافع لمعرفة الأخبار لم يكن الفضول ولم يكن أيضا التشهير لكن ده أنشأ في الأخبار التي أتت حزب وبكاء وكآبة شديدة وهذا ما نقرأ عنه في الرسالة الثانية أنه بسبب الشرور الموجودة حزن جدا الرسول بوليس وهو عين ما حدث معنا حمية ومن كلمة الله نفهم أن معيني الأثماء هامة بنفهم كده من كاتب العبرانيين لما بيكلمنا عن ملك الصادق ويقول المترجم أولا ملك البر فنحمية معنى إثمه من يعذيه يهوى هي وصلته أخبار محظنة جدا عن الشعب اللي فيه شر عظيم وعار عن الأثوار المنهدمة عن الأبواب المحروقة بنار لكن ما أحلى تعذيات القدير نحمية ابن حكاليا ومعنى حكاليا من ينتظر يهوى وإحنا لما نلقى الحالة خراب بهذا الشكل إلى من نلجأ وإلى من ننتظر ما لناش إلا الرب فسألتهم عن اليهود الذين نجوا في الحقيقة جميل هذه الروح السؤال بيفكرنا بيوسف لما وجده رجل وإذا هو ظالم في الحقل وبعدين يوسف يقول له شفت إخواتي أين يرعون فبيبحث عن إخواته وده أيضا بيفكرنا في العهد الجديد ببولس وبرنابة لما قالوا لنرجع ونفتقد إخواتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيفهم جميل إن الخادم مش بيلقي البزار وبعدين وخلاص ينسى لا بالعكس معرفة أعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى خطعانا يقول فلما سمعت هذا الكلام جلسته وبكيته ونحته أياما لكن ذا مش كفاية وثمته وثليته أمام إله الثماء ممكن قدام الحالة المحزنة قلوبنا تتكثر لكن الأهم من إنه القلب يتكثر يتكثر في محضر الله ثمته وثليته أمام إله الثماء إحنا عرفنا إن إحنا بنتقابل في أصفار ما بعد الثبيع مع هذه الكلمة مراراً وتكراراً إله الثماء لأنه بدأت أذمنة الأمم نحمية إذا أردت أن أضع له صفة رجل يبالي بأمور الله وبشعب الله عكسها الروح اللي يبغضها الرب اللي نقرأ عنها فيه خطابه إلى كنيسة اللودوكيين إيه الموجه لكنيسة اللودوكيين؟ اللامبالاة الاستغناء لأنك أنت تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء بشوف النقيد تماماً طبعاً البعض هيسأل كنيسة اللودوكيين دي بتمثل إيه؟ بتمثل الآن المسيحية التي تفتخر بما لديها من معرفة لهوتية أو من دراسة للعلوم الإنسانية كعلم النفس والفلسفة وخلافه طب وأين غلاوة كلمة الله؟ ادعاء فارغ والرب يجيب فيقول أنه لا يطيق هذا الأمر لست بارداً ولا حاراً ليتك كنت بارداً أو حاراً ولكنك لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي وهذا سيحدث عندما يأتي الرب يسوع لأخذ الكنيسة أن الإسميين سيتقيأهم ويقطع علاقته تماماً بالمسيحية الإسمائية نقرأ عن الشر العظيم لكن كمان نقرأ عن الفرح العظيم في أصحة 12 والآية 43 فكانت حالة الشعب شر عظيم لكن نتيجة وجود رجل جاء يطلب خيراً لبني إسرائيل ويتكل على الله الحالة انتقلت من الشر العظيم إلى الفرح العظيم وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصيان لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهاراً وليلاً لأجل بني إسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلاً إن خنتم فإني أفرقكم في الشعور وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لإسكان اسمي فيه فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيم ويدك الشديد يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك وأعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقياً للملك في العداد اللي سمعناها من 5 إلى 11 من أصحاح 1 بنشوف الصلاة الأولى اللي نحمية في هذا السفر اللي زي معرفنا أنه تقريباً فيه 11 مناسبة كان بيصلي بعد ما سمع الأخبار وهو الرجل المثقل بحالة الشعب تفاعل معها التفاعل الصحيح فجلس أمام الرب لكي ما يصلي صلاة نحمية الحياة بتورينا قد إيه هو بيحب الرب وقد إيه هو بيحب شعب الله يستند على أمانة الله في مواعيده من جهة شعبه وده يفتتح بيه كلامه في عدد 5 أيها الرب وإله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصيام وبعدين يقول له أحنا أخطأنا يعترف بالخطية ويضحد نفسه بهذا الشعب يعني هو زي ما سمعنا قبل كده أنه عامل زي الكاهن اللي بيقدم زبيحة الخطية يأكل من زبيحة يأكل من زبيحة الخطية يستند بعد كده على كلام الله وعلى مواعيده في عدد 8 أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا وبعدين كأنه يعني بيذكر الرب في عدد 10 يقول له فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقواتك العظيمة أنت رب اخترت هذا الشعب وانت رب اللي فديت هذا الشعب وبعدين مش بيعتبر نفسه الشخص الوحيد المشغول بشعب الله أحيانا البعض في اهتمامهم بشعب الله وتسقلهم مش بيشوفوا في المشهد غير نفسهم لكن هو شايف أن في ناس تانين مسقلين بالشعب ففي عدد 11 يقول له يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك يا رب بالتأكيد فيه في شعبك هناك أشخاص آخرين أطقياء وأمنا وهو بيصلي نفهم من بداية الصح 1 وبداية الصح 2 أن الأمر تقريبا استغرق ما يقرب من أربع شهور في خلال هذه الأربعة شهور كان نحمية مشغولا بالصلاة وابتدأت تتبلور في داخله رؤية سيستخدمه الرب فيها وابتدأ يصلي من أجل هذه الرؤية وده اللي نفهمه من ختام الصلاة في عدد 11 لما بيقوله أعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل وكأن الرؤية التي كانت عنده أنه سيدخل إلى الملك وسيتكلم معه نحوها المدينة أرشاليم وسيطلب منه أنه يرسله وهكذا الصلاة تبدأ بالتسقل وتنتهي بالرؤية في طريقين ملهمش ثالث إما أن نبرر الله وبالتبعية ندين أنفسنا إما أن نبرر أنفسنا وبالتبعية سندين الله هنا بنشوف نحمية برر الله عندما صلى يقول أيها الرب إله الثماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصياه وربما شخص آخر يكون فهمه أقل وندجه الروحي أقل يقول لماذا يا رب لم تحفظ عهدك لماذا يا رب لم تحفظ شعبك والحقيقة علشان الرب هو حافظ العهد كان لازم يصل إلى أنه يدين نفسه لما يضحد روحه مع الشعب فيقول في عدد سبعة لقد أفتدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا أنت حافظ العهد نحن لم نحفظ الوصايا وده الطريقة التالية لكن أوقات كثير لما بنلاقي المعوقات والثعوبات والشرور والمحن والضيقات إحنا بناخد طريق آخر ونبرر أنفسنا فنلقى روحنا بنضين الله إحنا سمعنا أن نحمي رجل صلاة وأفتكر بنشوف هنا في الأعداد اللي قدامنا إزاي هو رجل صلاة لما يقول في عدد ست لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا شيء رائع يعني مش ناسي شعب الله في الليل وفي النهار بيصلي لله نهارا وليلا لما نوصل للأصاح اللي جاي أصاح 2 برضو لمحة من لمحات ذلك الرجل المصلي لما وقف قدام أرتحشست الملك وسأله الملك أنت عايز إيه؟ رائع أمو قال لنا صليته إلى إله السماء ما عادش يدور فين الاتجاه لقرشليب ولا فين مش عارف إيه هو على طول رفع قلبه ما عادش دقايق لكن أكيد رفعت قلب أخدت ثواني فقط عشان يرد على الملك لأنه مش ما انتظر إنه يسيب الملك وهو عمال يصلي لإلهه ده بيوريك قد إيه؟ هذا الرجل كان رجل صلاة وأعتقد ده مفتاح النهضة العظيمة الصلاة مفتاح النهضة الذي يصلي إليك نهارا وليلا بتاخدني الكلام من رب وتعقيبه بعد المثل اللي قاله عن قاضي الظلم لما قال لنا أفلا ينطف الله مختاريه الثارخين إليه نهارا وليلا ينطفهم الثاريانا في التعليق على اللجاجة في الصلاة في مقولة للكاتب المسيح المشهور واتشماني قال فيها إنه إن كنت تنوي أن تصلي لأجل أمر ما مرة واحدة فقط فمن الأفضل أن لا تصلي عادة هناك بعض الأمور تستلزم اللجاجة قال شخص آخر أيضا أن الصلاة لأجل عمل الله أمر على قدر كبير من الجدية لأنه عادة أن الشخص الذي يصلي لأجل عمل الله ما يكلفه الرب بأمر لكي ما يعمله في هذا العمل وهذا ما حدث معنا حمياء وده اللي بنقرأه في مثلا متى تسعة وعشرة أطلوبه من رب الحصاد أن يرسل فعلا لحصاده وفي الأصاح اللي بعده عشرة الرب بتعاه أنتوا مش صليتم يلا بقى روحوا اذهبوا بشوف عدد حداشر وهو يختم هذه الصلاة الجميلة أنه الإيمان قاده رغم أنه بيعيش في أجواء العهد القديم قاده إلى نوع من الألفة مع الرب الإله اللي هو كان إيه الإعلان اللي عنده عند الرب الإله اللي قاله في بداية الصلاة أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصايا ومع ذلك يجي في عدد حداشر وهو يختم الصلاة يا سيد لتكن أذنك مزغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك جرء جرء عظيمة عندما نحمي المصلي وكأنه سمعنا منكم أنه اللجاجة ده بيتعلق بالرب يقوله ازغي ازغي فجميل هذه الروح من الجرء الروحية الرائعة في التعامل مع الرب في الصلاة الثلاث بحسب مشيئة الله هذه هي الثقة التي لنا عنده إنه انطلبنا منه شيئا حسب مشيئته يسمع لنا ونحميه وهو بيطلب هذه التلبات عارف إنه بيطلب وفق المشيئة الإلهية لأنه بيقوله في عدد ثمانية اذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلة إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب وده حصل وإن رجعتم إلي وحفظتم وصيائي وعملتموها إن كان المنفيون منكم في أقصاء الثموات فمن هناك أجمعهم وكأنه بيقول لرب أنت قلت إنه لو رجعنا إليك ترجعنا وإحنا بنرجع إليك بتوبة حقيقية وإحنا متمثكين بأمنتك من جهة كلامك ويفكرني بيعقوب لما وقع في مراحة من ربه وقال له وأنت قد قل الآية التالية في عدد عشرة فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديد وهنا نتعلم درسا جميلا إزاي الأخبار اللي جات لك إن الشعب دول في شر عظيم وعار لكن وإنت بتصلي لأجلهم لا تشير إلى الحالة اللي هم فيها على قدر ما يشير إلى نسبتهم للرب عبيدك وشعبك بمعنى يعني أنت مش هتفرط فيهم مش ممكن تفرط فيهم الحقيقة ده بيعلمنا إنه لما نصلي لأجل حالة فيها ضعف إخوة عندهم ضعف الحيثية اللي نأتي بيها إلى الرب ونتشفع دول بتوعك دول شعبك ويهموك أكتر ما يهمونه أنا والرب يصر بهذه الآية 11 لفتة للنظر يا سيد لتكن أذنك مزغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسم إحنا عارفين إن في علاقة وثيقة بين التقوى واستجابة الصلاة لأن إعلاموا أن الرب قد ميز تقياه الرب يسمع عندما أدعوه في تقوى في استجابة للصلاة لكن هنا بيقول كلام رائع مش بيقول يا رب لتكن أذنك مزغية إلى صلاة عبيدك الأتقياء أو الذين يخافون اسمك لكن الذين يريدون مخافة اسمك يعني مجرد إن القلب يتجه إلى أنا عاوز أخاف الرب عاوز أمجد رب في عشتي مجرد هذا التوجه ليه عند ربنا مردود المردود هو إن الرب يسمع لصلاة الذين يريدون مخافة اسم الرب وأنا قراش عن حمية إنه جمع الإخوة حناني والإخوة اللي ثاروه لكن هو الثلة لوحده وبالرغم من إنه الثلة لوحده أرينا في عدد حداشر يا سيد لتكن أذنك مزغية إلى ثلاث عبدك والثلاث عبيدك أنت يعني هم فين ثلاث عبيد الله يا نحمية نحمية عنده ثقة إنه مش الأمين الوحيد ولا التقي الوحيد ولا الشخص الوحيد اللي تهمه أمور الله وما صالح الله حقيقة فرق كبير بينه وبين إليه مع إنه إليه يطلبوا مجد الله أباطرة الفرس كانهم يعني أنصف أهلها أو يمكن إله نص في نظر أنفسهم لكن في نظر الإيمان هو إيه؟ هذا الامبراطور هو امنحه رحمة أمامه هذا الرجل ده بفكرنا باللي جيه في إشاعي 51 الآية 12 أنا أنا هو معزيكم من أنت حتى تخافي من إنسان يموت هو مش الامبراطور ده برضو إنسان يموت ولا حاجة تاني ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب وتنسي الرب صانعك باصة السماوات ومؤسس الأرض نحمي فيه الثلاثة ويذكر الله بأقواله ويذكر الله بأبطاله يذكر الله بأقواله قائلاً أذكر الكلام ويذكر الله بأبطاله ويقوله الذي أمرت به موت عبدك وكأنه يعني بيقول للرب أنت تبق وعملتها أخرقتنا من بيت العبودية من أرض الظل وقدتنا نمتلك الأرض وإنت ما تغيرتش إحنا تغيرنا والظروف تغيرت والإمبراطوريات والملوك تغيروا لكن تظل أنت كما أنت بنشوف في هذا الأصحاح كما أشارنا قبل كده نحمية كرجل الصلاة شوفنا هنا الصلاة بتاعتنا حمية ورجل الإيمان جميل لما بيقول إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم فيش مستحيل عند ربنا وده الإيمان أنت قلت يا رب وإحنا متمسكين بكلامك بغض النظر عن الصعوبة في الحقيقة طالما الرب قال في الصعوبة الرب يعني لام على الصدقيين تضلون إذ لا تعرفون أمرين الكتب ولا قوة الله الله إذا قال هو في حاجة تقف قدام الله من هناك أجمعهم الحاجة الثالثة هو الرجل المضحي أنا كنت ساقل الملك وكان بوسعي أن أعيش فيه بحبوحة وما يشغلش بالي بالوجع على القلب لكن أمور ربنا كانت غالية عليه ومضحة طبعا كل ده لا يعتبر شيء جنب اللي ضحى الذي نعرف نعمته أنه من أجلنا فتقر وهو غني لنستغني نحن بفقره كما تشفع نحمية لأجل خاطر أمانة الله تجاه أقواله تشفع لأجل خاطر فداء الله لشعبه فيقول له فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقواتك العظيمة وإحنا لما نصلي لأجل بعض ونتشفع لمن هم في حالة من الإنحطاط والإنحدار نضع أمام الله أمانته تجاه أقواله لكننا أيضا نأتي لأننا نلنى فداء ما أعظم الثمن الذي ذوفع فينا في الجل جثة في العهد القديم نرى مطاليب الله في التوراة ونرى فشل شعب الله في تحقيق هذه المطاليب في التاريخ ونرى من تيحقق مقاطد ومشهورات الله ألا وهو رب المجد في النبوات ندعوك لدراسة أطفال العهد القديم معنا في برنامج فحثين الكتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة